هنا ابتدأ يؤشر ذكاء وزيرة المالية طيف سامي اكتشفت قبل بدء اللجنة التحقيقية ويتعرف كما سيرد لاحقا ان هناك عمليات هدر بالمال العام واختلاس مثل ما جاء بالكتاب اذا كانت اكو مقدمات على الطيف سامي لما يجري في مصرف الرافدين هنا شكلت اللجنة التحقيقية او لجنة التحقيق الاداري لمعرفة ما ذهبت اليه طيف سامي من ان هناك هدر واختلاس وتلاعب وشبهات ان هناك موظفين ما لهم علاقة بالملعب واجو وهل فعلا ان هناك عدم وجود سجلات ومطابقة هذه المعلومات الاولية اللي جاءت للجنة راحت اللجنة اللجنة اللي صار وياها اللي انا راح اشوفكم الكتب وراح ايضا اطلع الحكومة اولا وهيئة النزاهة ودائرة الرقابة وكل الشرفاء على المال العام ما الذي حصل هنانا راح يجي يفصل كل واحد شده تقصيره يتحدث عن مدير عام مصرف الرافدين بالذقطة فقره الف يقول التقصير الواضح من قبله كونه المسؤول العول عن ادارة المصرف وفروعه وكافة وحداته وقراراته الخاطئة والغير المدروسة التي ادت الى عمليات اختلاس وهدر المال العام وتهريب العملة الاجنبية الفقره باء قيامه بالموافقة والتوقيع على تعليمات صادرة من قسم الدراسات والعمليات المصرفية بتاريخ 5.2.23 التي جاءت في النقطة 10 ومنها في حال عدم كفاية التخصيص من الدولار المستلم من البنك المركزي العراقي يمكن لقسم الخزينة تعويض الدولار من النقطة الخاص باحتياط المصرف الرافدين وهذا بحد ذاته مخالف لتعليمات البنك المركزي وترتب عليه العديد من التجاوز على احتياطي وكرر على احتياطي مصرف الرافدين الخاص بوداع المصرف هنا توني الوثيقة بتاريخ شباط المستلم من البنك المركزي 40 مليون دولار المرسل الى منفذ المطار 60 مليون دولار المبلغ المتجاوز على احتياطي 20 مليون دولار بآذار المستلم من البنك المركزي 80 مليون دولار اللي مرسل الى منفذ المطار 85 مليون دولار المتجاوز على احتياطي 5 مليون دولار هل نرجع الى هذه النقطة اللجنة تقولها للسيدة وزيرة المالية يقولهم يا به ترى مدير عام الرافدين رجال عنده تقصير لان هو المسؤول عن ادارة هذه العمليات لمصرف الرافدين وكافة احداته وقراراته خاطئة وغير مدروسة باختيار نوعية الموظفين والشيء الاخر والكارثة كيف وافق على توصيات انه اذا الفلوس اللي جاية من البنك المركزي لتغذية منفذ العملة بمطار بغداد ما تكفي وروح اسعب من احتياط الوداع المصرف من القانون البنك المركزي او بمصرف الرافدين ينطن قانون واحد يسمح لمدير عام مصرف الرافدين ان يتجاوز على الاحتياط النقدي اللي هي وداع المواطنين امانة في موجودة في مصرف الرافدين القانون يقول يجوز السحب وبقرار ولا في الحالات الطارئة زين انتهنا من اعتبرت وخذت من الوداع زين هل منفذ المطار وصل الى حالة طارئة انه انت تتجاوز يا سيادة المدير العام على احتياط الوداع والنقد الموجود بمصرف الرافدين بحيث انه انت بشباط ترسل ستين مليون دولار الى منفذ المطار رجع من هنا اربعين العشرين وين هستتذكرون بالبداية قلنا ستين مليون رجع انصرف من هنا ستة وخمسين عندنا اربع ملايين او عندنا ثمانمية وثمانية وثمانين مليار الان انت بشباط ارسلت ستين مليون دولار للمنفذ رجع لك اربعين راحا عشرين حسن العشرين وين انا ما ادري لكن السؤالي اليك انت عندك مطابقة حسابات وكشوفات وعندك حاجات ملحة انه ترسل من الاحتياط النقدي وتبدلك على الاحتياط النقدي اللجنة تقول لا لقينها اسماء ولا ارقام جوازات ولا هويات ولا بطاقة كيكارت ولا اسم لموظف او انا اشدتك ورسلت لك المقطع مالت معلاوي منهجة مواطن قال سجلت اسمي دولة المدير العام وقال له تروح تستلمني الفرع رحت الزيونة قال له لعم استلموا باسمك وجوشتك وعدك ومعلاوي قالت لهم هذا المقطع ينعرض بالحلقة يا ابو خرج حتى يسمعون به واذا رأي ارد لك المقاطع اللي قبل هذا المدير العام زين اشلون اهلت التحتي على بطاقات الكيكارت الوهمية اصرخ الليل مع النار اصرخ الليل مع النار وتذكرون قصة مع نعمان وقم براغا واللي بعدين طلعوا شركاء بصفقة القرن انا من احتي احتي على حقيقة ولذلك خلونا اقولكم هذا الملف اكتمل تحقيقة واللجنة مهددة وطيف سامي مهدد ورئيس الوزراء مضغوط عليه ان لا ينعرض للقضاء ليش لانه هناك متنفذين يسقطون بهذا هاي الاموال ما للعراقيين انا اعلن هاي التحقيقات واطالب دولة الرئيس ان هاي التحقيقات التي صادقت عليها وزيرة المالية ان ترسل الى القضاء العراقي النزيه وهو حي واكبر بموقف السيدة وزيرة المالية طيف سامي اللي وقفت بوجه هذه التهديدات اما انتو تعالى اقولكم ليش وقت تظلوا نتهددون هذا الملف ما يعرض وهذا يجب ان يحمى ولما سحبت يد المدير العام الف واحد خابر الوزيرة على ان يرجع يرجع ليش ما يرجع اذا عيده نظيفة يرجع سيلوه وقلوا ليش بديت ايديك عن الاحتياط النقدي وين ال 25 مليون دولار الان هاي اللجنة الالان اللي شكلها بهم وظفين مصرف الرافدين وديوان الرقابة المالية وين ال 25 مليون دولار وين كشوفات المطابقات مع اهمية الكي كارد الشركة التي كان عليها مصايد ايام التقاعد والوليات طلعوا من السجن او طلعشات خمس حزامات كم يا ابو والله ما تدار بهذا الشكل عم الفاسد فاسد الفاسد فاسد لود غسطة بما يذهب انتوا ليش هالاسرار على هاي الزبايل حتى ينهب البلد حرامي وبايد وعندك شركات والان عنده مصارف هو يرجع يشتغل بمشروع الدولة يتكافح وتفضل اليوم نتحدث على دولار مية واربعة وخمسين مية وخمسة وخمسين نجدل الناس الفقرة ونجدل الطلاب ونجدل الايتام ونجدل عوالي الشهداء او خليكم مرتزقة يوم تطببوهم للسجن يوم تبروهم والنوب تطلهم عقود دولة الرئيس دولة الرئيس الله يستر على عرضك انا اعرف عليك ضغط بهذا الملف عليك ضغط لذلك قررت ان يكون امام سيادتك وامام الرئي العام وامام مزيرة المالية وامام القضاء انه يجب ان يتخذ قرارات يجب ان تتخذ قرارات كافي كافي كل الدنيا مهددة لكم تكتلوكم شعب كامل تكتلوكم كل الدنيا على موضوع انتوا تاكلون على موضوع انتوا تصوروا اغنياء ما يصير دولة الرئيس اقسم لك بذات الله انا اعرف من الذي يجري ومن هي الجهات التي تقف وراء هذا لكن انا اقول لك اليذقى اليما اكذب عليها انا اعرف شو لدوة دوة الصرصر انا اعرف شو لدوة الصرصر اشتركوا في القناة